اهلا بحضراتكم بعد الفاصل يمكن بعض الناس تقول انتا كنت منفاعل والله العظيم ما منفاعل انا بحب ان كل حاجة تبقى صحة ان بلدنا تستهل اننا كل واحد يبزل ما في جهده عشان نوصل ببلد دي الى اعلى مكانة على مستوى العالم لان تاريخنا واسمنا بيقول حاجات كثيرة جدا انما للأسف افراد افراد هما اللي بيعطولوا المسيرة بتاعة هذه البلد لكن مش هندي لحد فرصة على كل حال لما قلت لكم النهاردة معنا ضيفنا الليلة هو ضيف مميز جدا جدا ومدافع شيك اوي بيلعب كرة مودرن بيقولوا عليه كانوا بسموه امير المحترفين ليه هو امير المحترفين لان اقضى اكتر من 15 سنة احتراف في الملاعب الاوروبية وبدأ احترافه بعد كاس العالم سنة 90 مع كابتل محمود جويل رحمة الله عليه يعني هو جيل التسعينات هو ده الجيل الزهبي اه جيل زهبي طبعا وهو الموليد مارس 69 ونجم دفاع منتخب مصر والنادي الاهلي وولد يعني اتولد في حي عبدين بمحافظة القاهرة لأسرة مصرية وليه اخت واحدة بس واسمها مريم وبدأ في ممارسة كرة القدم وهو في سن العاشرة شاهدوا شافوا واحد كشاف من نادي الترسانة وحاول يقنعوا وياخدوا معاه طبعا ما احترمنا لنادي الترسانة نادي الترسانة ده نادي كبير ونادي عريق وياما طلع لنا نجوم عشان ما نساش حد نجوم كبيرة وكان اخرهم كانت كابتن من صفر ياد والشازلي ونتمنى ان شاء الله لترسانة انها ترجع تاني لدور الاضواء حاول يقنعوا الانضمام لأشبال نادي الترسانة ولكن والده رفض ورفض بشدة وده هنا بقى الاسرار لما بيشوف ابنه عايز ابنه حسن منه وكان قالك لا باش هنضم الى نادي الترسانة ابوه اخدوا من ايديه والده اخدوا من ايديه وراح بيلي النادي الاهلي فشافوا كابتن مصطفى يكن وقرر ضمه الى اجبال القلعة الحمراء وبدأ تقلقه مع اجبال النادي الاهلي وحصل على اول مكافأة مع الناشئين وهو صغير خد لما خدوه طبعا وعملوا مع عقد ودي كانت مش هقوله عن رقم هو اللي هيقوله تدرك بعد كده في اجبال النادي وانضم المنتخب الوطن للناشئين لحد ما وصل كابتن فريق 17 سنة عارفين معي شوف الاسرار واللي عاوز وصله وصل حد سن 17 سنة وكان بتولى تدريبه في ذلك الوقت الكابتن احمد رفعت رحمة الله عليه نجم نادي الزمالك ونجم مصر ورغم صغر سنه فلفت انظار المدربين بشدة وانضم بعد كده الفريق الاول للنادي الاهلي وكان عمره لا يتجاوز 17-18 سنة ولما له بقى بيتقلقه النجمية بدأت تظر عليه ووصلت لي في السن الصغير ده فكله بدأ الاهتمام ضمه كابتن محمود الجهري الى منتخب مصر الاول وكان الفريق بيستعدل تصفيات كأس العالم اللي نجح فيها منتخب مصر في الوصول الى المنديال للمرة التانية في تاريخه طبعا كأس العالم كان في ايطاليا سنة التسعين وده كانت مفاتيح النجاح ليه للنجم بتاعنا والشهرة لنجمنا الكبير ده اللي عمر وساعتها بقى ما زادش عن 20 سنة هو ده توقفنا ده السن اللي كان مفهود يطلع بدري كمان قبل كده ويطلع يحترف لكن هو بالاسرار والعزيمة وبالفعل لفد انظار بعد ما وصل كأس العالم لفد انظار السمسر الأوروبيين كلهم وساعة خلفه يعني اللي ساعة بقى عشان يضمه في الاول نادي نيوشاتل السويسري عشان يصبح اصغر محترف مصري في الوقت ده الكلام ده كان السنة كانت 90 بعد كده العالم ونجمنا دوت لعب مع فريق نيوشاتل رغم صغر سنه واطلقه علينا بقى زي ما بولوكم اطلقه علي السويسريين عقب الصخرة الصخرة يعني معناها ان ده كان حاجة مفيش بعد كده وكان يتمتع اللعب صلبته وقوته في مركز الليبرو عارفينه ما يبقى واحد ليبرو ويبقى لعيب شيك ويلعب كرة الموديرن زي ما زي بيكين باور زي إبراهيم يوسف زي نجوم كتير جدا كانوا بيلعبوا في الحتة دي واسبوا باصمة وقاد معاهم قعد معاهم حوالي أربع سنين وفي صيف 94 انتقل إلى الدور الألماني البوندزليجا وتحديدا إلى نادي فريد بريمين ده كان نادي من الأندية الكبيرة في ألمانيا واتنقل ايه مقابل مليون ونصف المليون دولار مليون ونص ما يجيش الوقت واحد يقول لي لا ده هنا تمنا اللعب هنا في مصر عشرين ده راح بره عشان يتعود على الاحتراف واتنقل دي محطة من المحطة وبعد كده لمدة ثلاث سنوات قاعد يلعب في فريد بريمين ليكون أغلى لاعب مصري بالإضافة لكونوا الأول في الدور الألماني وبعد الحصول على كأس الأمم الأفريقية سنة 98 كلنا بوركينا فاسو مع كابتن جوري انتقل من فريد بريمين إلى كايزر سلاوتر وكان الفريق ده وقتها بيقولوا عليه لقب بطل الدور الألماني كان فعلا كاسبان الدور الألماني ورغم أن مركز اللعب ده هو قلب الدفاع إلا أنه أحرز مع كايزر سلاوتر 8 أهداف عشان يصبح المدافع الهداف شفته اللعب لما بيطلع بره مصر بيتطور إزاي مش مجرد أنه هو بيطلع كده وخلاص لا هو ليه هدف والهدف اللي هو راح ده مركز شغلته إيه محترف في إبريل 2003 أصيب بقطع فيه الرباط الصليبي وده اللي خلاه خارج التشكيلة الأساسية لأكتر من سنتين تقريبا مع كايزر سلاوتر وحاول بقى إيه عاوز دي بقى الإصابة دي اللي عينة زي ما قلت لكم دي الحاجة الوحيدة اللي هي إعاقة بالنسبة للعب الكورة وده خلاه فكر في قبول عرض نادي أقل من كده هو نادي الوحدة الإماراتي 19 أكتوبر 2005 تعاقد رسميا مع فريق فريق ألماني سارو بروكن الألماني سار بروكن الألماني لمدة 18 سهر ولكنه قرر فجأة بعد كده الاتجاه إلى التدريب وقالك خلاص أنا هاعتزل الكورة وطبعا الكلام ده على مين على نجم من نجوم الكورة بصرية وخرج وهو سنة وعشرين سنة تصور اللي وخرج قبل كده كمان كان زمانه موجود كان زمانه استمر أكتر من كده وحقق زي محمد صلاح وزي النين وزي دريزيجي وزي العيبة كتير جدا ودرب بعد كده ما دخل في التدريب أهل نفسه فين؟ في ألمانيا اللي هي ألمانيا دي أم التعليم بالنسبة للتدريب واتدرب أخذ أهل نفسه للتدريب ودلوقتي هو بعد ما أهل نفسه للتدريب كويس يشتغل ميسك مع منتخب الناشئين عندنا ومنتخب الشباب ويشتغل شوية مع مع الفرق الصغيرة وبعد التدريب مرة واحدة كده أملافف ومتجه للإعلام أجيت عرفته لن تكونوا عرفته ترجمة نانسي قنقر